اليوم هو هذا لما طلبنا بتطبيق القانون يقال أن هناك تمييز عنصري تمييز ضد الأفارق نحن دولة أفريقية ولكن هناك مخطط للتوطين وأشرت إلى هذا ولكن لا يمكن أن نسمح بأن يقيمه أي شخص بصفة غير قانونية في تونس هناك دولة وهناك مؤسسات وفي بعض المناطق من تونس وصل الأمر إلى حد أحداث محاكمة من قبل هؤلاء الذين جاءوا بصفة غير شرعية يعني الأمر يتعلق بالدولة التونسية هذا فضلا عن مخطط التوطين وما وراءه لكن أعلم جيدا أن القضية وراءها من وراءها من ترتيب لتغيير التوازنات الديمغرافية يعني بيطمأن أخوتنا الأفريقة وتونس التي كانت تسمى أفريقية لا يمكن أن يصدر من أي تمييز وجدوا الملاذ في تونس لكن لا يمكن مرة أخرى أن نقبله بأوضاع خارج القانون وبممارسات مجرمة بالقانون يعني ليس فوق القانون كل هناك الوضع القانون المتعلق بإقامة الأجانب بالكرام بالنسبة إلى الأجانب لكن هذه القضية استغلوها لأنهم يبحثون مرة أخرى عن إشعال نار الفتنة لم يجدوا إلا في هؤلاء الضحايا سببا لمزيد الكذب والافتراء والبرامج تتحدث عن الميز العنصري في تونس مع مقارنات مع حركات في الخارج تدعو إلى التمييز العنصري يعني إلى هذا الحد وصل المستوى بالبعض ولكن هؤلاء منبذون من الرأي العام ويعرفون أن الرأي العام قد دبثهم وقد لفظهم بل لفظهم التاريخ